وصلت الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس وضد كل ما هو عربي وإسلامي في المدينة المقدسة إلى مستوى غير مسبوك على كافة المستويات ولهذا تجتمع الأمان العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذه التهديدات المتصاعدة اقتحام جيش الاحتلال ومعه غلاة الاستيطان ساحات المسجد الأخصى وضرب المصلين بات أمرا متكررا واعتقال الحراس وعمال الإعمار وقرارات الإبعاد تضاعفت خلال هذا العام الاحتلال يسعى لوضع يده تدريجيا على باب الرحمة والذي قوبل برفض فلسطيني وأردني نناجد الدول العربية والإسلامية المجتمعة بأن تأخذ دورها في دعم وموقف إدارة الأوقاف في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمحافظة على المسجد الأقصى محافظة على ترميم المسجد الأقصى الذي منع من الاحتلال سواء الترميمات المشاريع كثيرة التي منعها الاحتلال مؤخرا افتتحت سلطات الاحتلال نفقا تحت بلدة سلوان أسمته نفق الحجاج الذي أضر بمساكن الفلسطينيين واعتبر جزءا من التزوير التاريخي المفضوح بدعم أمريكي حيث شارك السفير الأمريكي بالافتتاح أما على صعيد المدينة ككل فكأنها في دوامة ففي كل يوم تصدر قرارات الهدم وتفرض المخالفات تتحرك الجرافات لهدم المنشآت وتنشط المشاريع الاستيطانية لتوسيع المستوطنات لخنق القدس على سبيل المثال 2 مليار دولار اللي هي ميزانية أو ما يعزيد ميزانية بلدية القدس الغربية اللي جزء كبير منها رايح لموضوع المستوطنات والاستيطان بداخل قدس وهذا التغييرات احنا عم بنشوفها بالمقابل فلسطينيا على سبيل المثال هل أدى ضعيفة الميزانية لا تتعدى الـ 7-8 مليون دولار المؤسسات الاستيطانية نجحت بالاستلاء على عدد من منازل الفلسطينيين بالتزوير والتحايل لخلق بؤر استيطانية داخل الاحياء الفلسطينية لتوتير الاجواء ما حدف في حي العسوية قبل اسابيع من انفجار الاهالي نتيجة قتل شاب بدم بارد من قبل شرطي اسرائيلي ما هو الا انعكاس لحالة القمع والتنكيل بالفلسطينيين الانتهاكات الاسرائيلية بحق الارض لا تقل فداحة عن انتهاك الانسان المقدسي الضغوط النفسية والمالية والسياسية والامنية وسياسة اعتقال الشباب ونسوة المدينة ما تزال مستمرة احمد البديري قناة الغد القدس المحتلة